السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في قناتكم Miss Math Plus اليوم سنتعلم كيفية مقارنة الأعداد العشرية فبعد أن تعلمنا كيفية جمع وطرح الأعداد العشرية حان الوقت الآن نتعلم كيفية مقارنة الأعداد العشرية ولفعل ذلك علينا اتباع الخطوتان أولاً نرتب الأعداد العشرية لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها ثم نقارن بين أرقام كل منزلة ابتداء من اليسار دعونا نبدأ بالأمثلة أمامنا ونقارن بين الأعداد العشرية باستعمال رمز أصغر أو أكبر أو يساوي لنبدأ بالمثال الأول ولنقارن العدد العشرية واحد صحيح وستة وثمانون من مئة مع العدد العشرية اثنان صحيح وواحد وثلاثون من مئة لمعرفة أي العددين العشريين أكبر وأيهما أصغر علينا أولاً نرتب الأعداد العشرية لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها فننزل الواحد صحيح وستة وثمانون من مئة ثم ننزل العدد العشرية الثاني اثنان وواحد وثلاثون من مئة بحيث نضع الفاصل العشرية في العدد العشرية الأول فوق الفاصل العشرية في العدد العشرية الثاني ثم نبدأ المقارنة بين الأرقام ابتداء من اليسار فنقارن منزلة الآحد هنا الواحد في العدد العشرية الأول مع الاثنان في العدد العشرية الثاني هنا نجد أن الاثنان أكبر وبالتالي فإن العدد العشرية الثاني اثنان صحيح وواحد وثلاثون من مئة هو الأكبر نستخدم الرمز أكبر ونضعه باتجاه الاثنان صحيح وواحد وثلاثون من مئة دائماً نضع اتجاه فتحة الرمز باتجاه العدد الأكبر ننتدرب بالمزيد من الأمثلة الآن سنقارن بين الخمسة وستة من عشرة مع الخمسة وأربعة عشر من مئة أولاً علينا أن نرتب الأعداد العشرية لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها ثم نقارن بين أرقام كل منزلة ابتداء من اليسار ولكن قبل البدء بالمقارنة علينا أن نعبئ مكان المنازل الفارغة بالصفر كما فعلنا عند جميع وطرح الأعداد العشرية هنا لدينا منزلة الأجزاء من مئة في العدد العشري الأول فارغة فنعبئها بالصفر وكما تعلمنا هذا لا يؤثر على قيمة العدد العشري فإن الخمسة صحيح وستة من عشرة تساوي الخمسة صحيح والستونة من مئة الآن دعونا نبدأ بالمقارنة ودائماً ما نبدأ من جهة اليسار فنقارن الخمسة في منزلة الأحد بالعدد العشرية الأول مع الخمسة في منزلة الأحد بالعدد العشرية الثاني نجدها متساوية فننتقل إلى المنزلة التي على يمينها نجد هنا في الأجزاء من مئة في العدد العشرية الأول ستة أما في الأجزاء من مئة في العدد العشرية الثاني نجد الواحد هنا الستة أكبر لذا يكون الخمسة صحيح وستون من مئة وهي نفسها الخمسة صحيح والستة من عشرة أكبر لذا نستخدم رمز الأكبر ليكون باتجاه الخمسة صحيح والستة من عشرة هل لاحظت معي أن عدد المنازل العشرية لم يرفع من قيمة العدد؟ حيث أن العدد العشرية الأول كان يحتوي على منزل عشرية واحدة والعدد العشرية الثانية كان يحتوي على منزلتين عشريتين وعلى الرغم من ذلك فإن العدد العشرية الأول ذو المنزل العشرية الواحدة كان أكبر انتبه من هذه الملاحظة أي أن عدد المنازل العشرية لا تؤثر على قيمة العدد فيمكن أن يحتوي العدد العشرية على عشر منازل ومع ذلك نجد عدد عشرية آخر دو منزل عشرية واحدة أكبر منه نتابع ونرى المثال الثالث هنا نريد أن نقارن الكسر العشرية 9 من 10 مع الكسر العشرية 90 من 100 أولا علينا أن نرتب الأعداد العشرية لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها ثم نقارن بين أرقام كل منزلة ابتداء من اليسار ولكن قبل فعل ذلك علينا تعبئة المنازل الفارغة نراحظ أن العدد العشرية الأول 9 من 10 يملك منزل عشرية فارغة في منزلة الأجزاء من 100 نعبئها دائما بالصفر حتى نستطيع المقارنة بسهولة نبدأ المقارنة من اليسار فنقارن منزلة الأحد صفر في العدد العشرية الأول وصفر في العدد العشرية الثاني متساويان فنتابع إلى المنزل التي تليها وهي منزلة الأجزاء من 10 نجد 9 في العدد العشرية الأول وتسعة في العدد العشرية الثاني أيضا متساويان لذا نتابع إلى منزلة الأجزاء من 100 فنجد صفر في العدد العشرية الأول وصفر في العدد العشرية الثاني أيضاً متساويان وبذلك تكون انتعت المقارنة لنجد أن العدد العشرية الأول هو نفسه العدد العشرية الثاني لذا نستخدم إشارة المساواة فإذا العددان العشرية متساويان فالتسعة من عشرة هي نفسها التسعون من مئة لنتابع مع آخر مثال لدينا هنا مقارنة بين عدد كلي وهو الواحد مع عدد عشري وهو الأربعة وثلاثون من مئة علينا أولاً أن نرتب الأعداد العشرية لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها هل تتذكرون أين تقع الفاصل العشرية في الأعداد الكلية؟ أحسنتم تقع إلى يمين العدد الكلي ودائماً ما تختفي هناك لذا نظهرها فنضع الفاصل العشرية على يمين الواحد الآن نستطيع المقارنة فنرتب الأعداد العشرية لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها وقبل أن نبدأ بالمقارنة علينا أن نعبئ المنازل الفارغة حتى نستطيع المقارنة بين العددين العشريين فنكتب صفر في منزلة الأجزاء من عشرة بجانب الواحد صحيح ثم نكتب صفر في الأجزاء من مئة الآن نستطيع المقارنة ونبدأ دائماً المقارنة من جهة اليسار فنقارن منزلة الأحد واحد في العدد الأول مع منزلة الأحد صفر في العدد العشري الثاني نلاحظ أن الواحد أكبر وبالتالي فإن الواحد صحيح أكبر من الـ 34 من 100 إذن لنعيد ونلخص ما تعلمناه اليوم لمقارنة الأعداد العشرية علينا أولا أن نرتب الأعداد العشرية لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها ومن ثم نقارن بين أرقام كل منزلة ابتداء من اليسار وقد لاحظنا أن عدد المنازل العشرية لا تؤثر على قيمة العدد والآن هل تستطيع أن تقارد العددين العشريين 813 من ألف مع العدد العشري واحد صحيح و25 من 100 أنتظر إجابتكم في التعليقات وفي الختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم ومن يحتاج إليه وإلى لقاء آخر دومتم في أمان الله